غسل السيارة الواحدة بطريقة تقليدية قد يستهلك ما لا يقل عن مائة لتر من الماء عملية تستنزف كميات هائلة من المياه في ظل نذرة هذه المادة الحيوية بسبب شح الأمطار وسط هذا الوضع المقلق برزت طرق بديلة لغسل السيارات باستعمال مواد تنظيف صديقة للبيئة تساهم هذه المشاريع المبتكرة في الحفاظ على المياه نحن في هذا الوقت لمحتاج أي قطرة للماء لا ندخل في هذا الجدال الذي لا يفضي إلى شيء نغسل طمويلة بالماء ولا نغسلها بالماء هذا الجدال يمكن أن نقوم بعملها في 15 أو 20 عام فهذا الوقت يجب أن نعرفه بأنه تقنه يقينا بأنه غسل السيارة بدون الماء هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الماء في هذا القطاع عملية التنظيف تستهلك أقل من نصف لتر من الماء بعد خلطه بسوائل مركزة ترش سيارة بهذه المواد ثم تمسح بقماش مصنوع من ألياف خاصة عملية تستغرق ما يقارب 60 دقيقة تنظن أن وخما تغسل السيارة بطريقة متداولة كل أسبوع وكل ربع يام وكل خمس يام لكن نقدر أن نستغل الوجود تقنيات الغسل باستهلاك أقل من الماء أو بدون استغلال استهلاك الماء تنظن أنه يكون نتيجة صالحة للجميع محلات غسل السيارات من بين الأشطة المعنية بالإجراءات المتخدة لمواجهة الإجهاد المائي وترشيد استعمال الماء بنفوذ عدد من المدن المغربية قرار تم اتخاذه بهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد المواطنين بالماء الشاروب في ظروف عادية